وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة صيانة محطات الكهرباء القديمة والتعاقد على إنشاء محطات جديدة بهدف ضمان انتظام خدمة توفير الكهرباء للمواطنين وقطاع الصناعة شدد الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بالجهد المبدول على صعيد النهون بقطاع الكهرباء في مصر وتوفير الخدمة بشكل منتظم للمواطنين على الرغم من زيادة الأحمال بالتزامن مع موجة التقس الحارة التي تشهدها البلاد مشددا على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز إجراءات مكافحة تسريب الطيار الكهربائي وتحصيل مستحقات الدولة من جانبه أكد شاكر أن حجم الاستهلاك تخطى في أوقات الضروة خلال شهر أغسطس 29 ألف ميجا واط بزيادة 5000 ميجا واط عن المتوقع مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من خطوات الخطة العاجلة لتوفير الطاقة الكهربائية وذلك مع حلول نهاية أغسطس الجاري